عقب الضجة التي رافقت إصابة كريستيانو رونالدو والمخاوف التي انتبت جماهير المالك من إمكانية غيابه عن الاستحقاقات القادمة نجم ريال مادريد كشف يوم التولثاء من توكيو أنه تعافى من العملية الجراحية التي أجرها في ركبته وأن لياقته البدنية في تحسن مستمر كريستيانو الذي خيب الأمال خلال مونديال البرازيل وفقة منتخب بلاده حين غادروا مبكرا منافسة كأس العالم يزور اليابان للترويج لمواد تجميل ضمن عقد رعاية مع شركة أم تي جي اليابانية الراعية له كما سينتقل يوم الأربعة إلى ناكويا من أجل المزيد من الترويج للشركة وطم أن الدون جماهير الميرنجي قائلا لقد تعافيت من إصابتي وأنا أشعر بلياقة جيدة أريد أن ألعب نهائي الكأس وأن أبدأ البطولة بطريقة جيدة